السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في درس جديد على قناة Learn English and French with Asma أمكملين مع الدرس الخامس في سلسلة تعلم لغة الفرنسية من السفر للمبتدئين أنصحك إذا كنت تشاهدني لأول مرة أن تبدأ هذه السلسلة من أول درس وأن تشاهد الدروس بالترتيب وفقا للقائمة التي سوف تجدون رابطها في صندوق الوصف وكالعادة قبل أن أبدأ أريد أن أذكركم بثلاث نقاط الاستفادة القصوى من هذا الكورس أولاً كن استرخي ومرتاح على قدر الإمكان النقطة الثانية كن إيجابي في تضاعلك مع الدرس عندما أسألك سؤالاً حاول أن تجيبني بصوت مرتفع كأنك أماني في الفصل أما النقطة الثالثة وهي خذ وقتك ممكن توقف الفيديو في أي لحظة لتفكر في الإجابة فلنبدأ على بركة الله تذكرون كلمة شيء ما هي كالكو شوز ردد معي كالكو شوز الآن شخص ما أقول ردد معي عزيزي المشاهد كيف أقول شخص ما أحسنت مرة ثانية شيء ما أقول كالكو شوز ممتاز كالكو شوز كالكو شخص ما شيء ما كالكو شوز فعل المعرفة المعرفة هو صفواغ صفواغ أن تعرف شيئاً أو أن تعلم شيئاً صفواغ ردد معي صفواغ كيف أقول؟ أريد أن أعرف استمع جيداً أريد أن أعرف أو أريد معرفة كيف أقول؟ شيء أو شيء ما جيد كالكو شوز الآن لنركب هذه الجملة أود أن أعرف شيئاً أود أن أعرف شيئاً ممكن توقف الفيديو وتكتب إجابتك في التعليقات ردد معي فعل رأى يرى هو يشبه فعل المعرفة فعل المعرفة قلنا صفواغ فعل رأى يرى هو تذكرون كيف أقول شخص ما؟ كيف أقول رؤية شخص ما؟ رؤية شخص ما؟ الآن لنركب هذه الجملة كيف أقول؟ أود أن أرى شخصاً ما؟ أو شخصاً أود أن أرى شخص ما؟ أود أن أرى شخص ما؟ أنت تريد أو أنتم تريدون باللغة الفرنسية هي فوفولة فوفولة ردد معي فو يعني أنت أو أنتم فولة تريد أنت تريد أو أنتم تريدون فوفولة ردد معي فوفولة أحسنت كيف أقول؟ أنت تريد؟ أحسنت فوفولة فوفولة ممتاز تذكرون العبارة التي تحول أي عبارة إلى سؤال إسك إسك هي هل هل إسك الآن كيف أقول؟ هل تريد؟ قلنا أنت تريد فوفولة كيف أقول؟ هل تريد؟ ممتاز إسك فوفولة ثم تكملت الجملة إسك فوفولة إسك فوفولة ردد معي بصوت مرتفع وحاول أن تكتب الإجابة في التعليقات إسك فوفولة فقط ملاحظة من المهم جدا عزيزي المشاهد أن تراجع الدروس السابقة بدءا من الدرس الأول لكي ننضي قدما ولكي نتمكن من بناء رصيد لغة ويمتين في اللغة الفرنسية فعل رآه هو فواخ فواخ أنت تريد رؤية أقول ووولي وواغ ووولي وواغ أنت تريد رؤية ووولي وواغ الآن كيف نحول هذه الجملة إلى السؤال؟ كيف أقول؟ هل تريد أن ترى؟ أو هل تريد رؤية؟ أحسنت أستعمل إسك إسك ووووولي وووولي ووووور؟ قولنا شخص ما كيف أقول شخص ما؟ أحسنت كلكان كلكان ردد معي كلكان كيف أقول؟ هل تريد رؤية شخص ما؟ تدكولون كيف أقول شيء أما؟ أحسنت إستماع الآن إلى كيفية قول شيء آخر أطرح تعني آخر الآن هل تريد أن ترى شيء آخر؟ هل تريد أن ترى شيء آخر؟ الآن كيف أقول أريد أن أرى؟ أو أريد رؤيتا أحسنت 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 أريد رؤيتا الآن أريد رؤيتا شيء آخر أو أريد أن أرى شيء آخر أطرح تحسنت هل كانت إجابتك صحيحة؟ أحسنت لديك أنت لديك أو أنت تملك يعني فعل الملكية بالمخاطب أقول أنت لديك أو أنت تملك أقول ردد معي كيف أقول أنت لديك؟ أحسنت الآن لديك شيء ما أنت لديك شيء ما أو أنت تملك شيئا لنحولها إلى سؤال كيف أقول هل لديك شيء ما؟ أو هل لديك شيء؟ أحسنت أستعمل هل لديك شيء ما؟ هل لديك شيء ما؟ سألتم كيف أقول لديك شيء ما؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الآن كيف أسأل هل لديك شيء آخر لي؟ قلنا لي هي pour moi ممكن توقف الفيديو وتفكر على مهلك الإجابة est-ce que vous avez autre chose pour moi؟ est-ce que vous avez autre chose pour moi؟ لكي أقول قلنا لديك هي أو لديكم هي vous avez الآن لدي أنا أقول جي جي ردد معي جي كيف أقول لدي أو عندي أو أنا أمتلكه يعني من فعل الملكية أقول جي أحسنت جي ردد معي جي كيف أقول لدي شيء ما؟ جي quelque chose جي quelque chose ردد معي جي quelque chose كيف أقول لدي؟ كيف أقول لك؟ تذكرون؟ لي هي pour moi لك أقول pour toi لك أو لك pour toi كيف أقول لك؟ pour toi pour toi pour toi أحسنت الآن كيف أقول لدي شيء لك؟ جي كي quelque chose بخطوى جي كي quelque chose بخطوى تذكرون كيف أقول شيء آخر؟ أقول autre chose كيف أقول لدي شيء آخر لك؟ جي autre chose 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 تذكرون كيف أقول أنت أو أنتم لديكم أو أنت لديك؟ vous avez vous avez كيف أقول هل لديك جي أون لي؟ هل لديك جي أون لي؟ فعل رأى يرى هو ردد معي تذكرون كيف أقول شخص ما؟ الآن اسأل هل تريد رؤية شخص ما؟ يسمع جيداً حاول أن تكتب عزيزي المجاهد هذه الإجابة في التعليقات فعل الملكية يعني في صيغته العادية بدون تصريف هو رأينا أن تعلم أو أن تعرف شيئاً رأى يرى وهنا لدينا هو فعل الملكية للغة الفرنسية ما هو فعل الملكية في اللغة الفرنسية؟ أقول عندما أقول أنا لدي ج أو أنت لديك هذا تصريفاً بفعل الملكية الذي هو فعل أفواخ الآن كيف أقول؟ أود الحصول على شيء آخر يعني أن يكون عندي شيء آخر أن أمتلك شيء آخر أقول أقول قلنا ما هو أفواخ هو فعل؟ أحسنت فعل الملكية جيد أود الحصول على شيء آخر الآن كيف أقول؟ هل تريد الحصول على شيء آخر؟ 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 قلنا؟ قلنا صوت ن يعني بسرعة المحادثة العادية كأني أقول جن كمبران رأينا في الدرس السابق vous comprenez vous comprenez هل تريد الحصول على شيء آخر؟ قليل والآن لدينا كلمة جديدة وهي جيد جدا جيد جدا هي ردد معي كيف أقول؟ أنا أفهم جيد جدا أو أنا أفهم جيدا جيد والآن مع سؤال التمييز كيف أقول؟ أنا لا أفهم جيدا أو أنا لا أفهم جيد جدا لا تترددوا أعزائي في الإجابة على سؤال التمييز وصل إجابتكم في التعليقات كنت سعيدة جدا بلقائكم كان هذا هو درسنا لليوم شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في درس جديد